تظهر محافظة بابل في وجود العديد من الأسواق التي تمارس بعضا من أنواع الصناعات الشعبية التي كانت يوما ما تشكل أهمية كبرى في حياة المواطن في مدينة الحلة مثل وسائل النظافة والصحون والطعام والشراب وجميع هذه المواد تصنع أما من مادة الصفر أو الفافون ومن هنا جاءت تسمية سوق الصفارين في الحلة والذي يعود إلى 300 عام حينما قامت مجموعة من الحرفيين إلى أنشاء فروعا أو ما تسمى شعبيا درابين من السوق الكبير ومن تلك الأسواق سوق الصفافير أو الصفارين في الحلة من أقدم الأسواق الشعبية التراثية هناك تعتمد هذه الصناعة بالدرجة الأساس على ماكينة تقطيع الفافون ومن ثم الشاكوس وتتنوع الصناعة في السوق وتختص عن البعض منهم من يصنع الصحون والقدور الكبيرة والصغيرة ومنهم من يصنع استوانة تحضير الألبان وهناك زباء ما زالوا يفضلون الصناعة المحلية على الصناعة الأخرى لعدة أسباب منها أنها غير قابلة للكس إضافة إلى سهولة نقلها وما زال هذا السوق يحافظ على ألقه التراثي رغم الزواء الكثير من صناعته بسبب التطور الذي تشهده بقية الصناعات الشعبية إن سوق الصفارين هو جزء من حضارة عريقة عرفت بها بابل القديمة والحديثة وعلينا جميعا وسؤولية الحفاظ على هذا التراث وهناك اهتماما خاصا بالأسواق الشعبية التي تحمل معاني التاريخية وتكون محطة اهتمام المواطنين ويستقبل هذا السوق التاريخي الكثير من الوفود السياحية التي كانت تقدم إلى بابل حيث يقومون بزيارة السوق وأخذ العديد من الصور إلى جوار الصفارين ويعتبر هذا السوق امتدادا لحضارة بابل التاريخية لقناة اليوم الفضائية معتز ايوب محافظة بابل